السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سنتحدث فيه عن آخر تطورات التصعيد بين حكومة صنعاء وحكومة عدن طبعا ساعات الأخيرة قامت صنعاء باحتجاز أربع طائرات للشركة اليمنية للطيران وهذه الطائرات كان من المفروض أن تقوم بإعادة الحجاج اليمنيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية إلى صنعاء طبعا هذا الإجراء قامت به صنعاء ردا على إجراء سابق قامت به حكومة عدن وذلك بمنع بيع التذاكر يعني تذاكر الطيران في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وحكومة عدن تقول أن هذا الإجراء جاء لأن صنعاء قامت بالاستلاء على أموال شركة الطيران وأنها لا تريد يعني إعطاء هذه الأموال ولا تريد أن تتحمل المسئولية وصرف يعني ما تحتاجه الشركة وما يحتاجه أجور الموظفين طبعا يأتي هذا أيضا في ظل تطورات في ظل تصعيد اقتصادي قامت به حكومة عدن قامت بمنع التداول مع عدد من البنوك قامت بمنع التداول بالعملة القديمة وهذا يضاف إلى جملة من الإجراءات الجديدة طبعا صنعاء اتخذت هذا القرار كما قلت يعني في إطار الأوراق التي تمتلكها والحقيقة أنه اليوم هناك مطالبات أقرأ أن الكثير من الناشطين التابعين لحكومة عدن يطالبون بفتح تحقيق حول سبب يعني تسليم ثلاث طائرات بهذه الطريقة لأنه كان في طائرة محتجزة منذ تقريبا شهر في مطار صنعاء ولم تقم صنعاء بأسماح لها بالأقلاع ولكن رغم ذلك يعني دخلت ثلاث طائرات أخرى وربما كان في حركة ذكية استعملتها الصنعاء لأنه مع ازدحام أو مع العدد الكبير من الحجاج اليمنين الذين يعني طبعا ذهبوا بالمناطق سيطرة حكومة صنعاء وتقريبا أكثر من ثمانية ألاف حاج فكان لزاما حسب طبعا تصريح شركة طائران اليمنية أنه لزاما عليها أن تقوم ببرمجة أكثر من رحلة في اليوم العديد من الرحلات في اليوم فربما صنعاء استغلت أن الطائرات تعود في يعني تهبط في أوقات متقاربة بينهم تقريبا ساعة أو نصف ساعة فيعني جمعتهم مع بعض ثلاث طائرات وقامت باحتجازهم وذلك ربدا كما قلنا على الإجراءات التي تقوم بها عدن وزارة النقل اليمنية التابعة لحكومة عدن نشرت بيان وقالت أنه تدين وزارة النقل ما أقدمت عليه مساء أمس الموافق لـ 25-6-2024 الميليشيات الحوثية من اعتداء سافر على طائرات شركة القطوط الجوية اليمنية وحجزها في مطار صنعاء مع تواقمها الفنية وعددها أربع طائرات في الوقت الذي كانت تلك الطائرات تقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من مطار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية إلى مطار صنعاء حيث أسهمت الشركة عبر طائراتها بتسير أكثر من مئة رحلة جوية وليعدد أكثر من ثبانية ألاف حاج ذهابا وإيابا وتقول طبعا تؤكد الوزارة عن الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الصنعاء ولميليشيات الحوثية كما وصفوا بحق الناق الوطني لا تزال مستمرة منذ تجميد أرصيدة الشركة المالية في أوائل شهر مارس 2023 والتي تجاوزت مئة مليون دولار وما زالت تلك الميليشيات تصر على الاستأثار بجزء كبير من الإرادات دون وجه حق متنصلة عن كافة الالتزامات ونفقات التشغيل كونها شركة تجارية تعمل على خدمة المجتمع اليمني منذ تأسيسها وفق البروتوكول الخاص بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الشقيقة طبعا لمن لا يعرف أن شركة الطيران اليمنية هي شركة تجارية استثمارية مشتركة بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية اليمنية المملكة العربية السعودية لديها نسبة وأنا حسب ما سمعت تقريبا 49% والشركة اليمنية لديها 51% بالتالي الإدارة تكون عند اليمن ولكن المملكة العربية السعودية يعني استثمرت في الشركة ولديها أرباح من هذه الشركة طبعا يعني كما قلت يأتي هذا التصعيد اليوم في إطار المناكفات وفي إطار يعني التصعيد المتبادل بين الطرفين صنعاء قامت بنشر بيان وقالت أنه يعني السلطات السعودية تحتجز الدفعات الأخيرة من الحجاج اليمنيين اليوم صنعاء توجه إصبع الاتهام مباشرة للسعودية وليس لحكومة عدد ويعني قالت أن السعودية تقوم باحتجازهم وستدفع السعودية ثمن أي أضرار تلحق بالحجاج وسلامتهم التي تهدرها من خلال عرضها ترحيلهم إلى عدن وهم رفضوا ذلك اليوم شركة الطيران تقول أنه لا مجال أن تقوم بإعادة ما تبقى من الحجاج نحو الصنعاء لأنه في مخاوف من أن الطائرات التي ستعود ستقوم صنعاء باحتجازها وبالتالي احتجاز كل الطائرات التي تمتلكها الشركة اليمنية للطائرات طبعا الشركة لا تمتلك أسطول كبير تقريبا ستة أو سبع طائرات وفي ربما طائر أو اثنين تقوم بتأجيرهم فبالتالي هذا الأسطول ليس كبير إذن نصف الأسطول الآن موجود في مطار صنعاء ويعني لذلك تقول أنه لا يمكن أن يتم تسيير رحلات أخرى نحو مطار صنعاء حتى يتم الإفراج عن الطائرات الرابضة الآن والمحتجزة في مطار صنعاء المشكل اليوم في إطار هذا التصعيد أن صنعاء لديها أوراق كثيرة يعني صنعاء يبدو أنه من خلال هذه الحركة تقول أنها لا يمكن أن تتراجع ولا يمكن أن تقبل بالأمر الواقع لديها خيار وقد نفذته احتجاز الطائرات ولعلمكم أن حركة المجالة الجوية تم التحكم فيها من صنعاء بالتالي يمكن أن تذهب صنعاء نحو خيار آخر مؤلم أنه علي وعلى أعدائي تقوم بمنع حركة الطيران أو منع يعني إغلاق المجال الجوي هذا من الخيارات لا أتحدث الآن عن الخيارات العسكرية أتحدث عن خيارات أخرى أقل يعني قوة أقل تدمير يعني الخيارات العسكرية يمكن أن تذهب نحو يعني خيارات يعني أشده قوة عسكرية ولكن في إجراءات كثيرة بالتالي شوف يعني صرعا لديها خيارات حكومة عدل لديها خيارات السؤال الواضح الآن من المتضرر من المتضرر من كل هذا هو المواطن اليمني المواطن اليمني الذي يريد أن يذهب للعلاج ويسافر نحو الأردن لن يستطيع لأنه ما فيش طائرات ما فيش رحلات ما ترسل على عملين الآن يستقبل طائرات فقط وحتى استقبال الطائرات أصبح غير متاح بعد احتجاز هذه الطائرات حكومة عدل تقول لك يعني حسب التصريحات يبدو أنها لا تريد أن تتراجع وتريد أن تذهب في هذه الإجراءات للأخير من خلال الإجراءات الاقتصادية التي بدأتها وفي مصدر الحقيقة قرأت أنه مصدر مسؤول ينفي تراجع حكومة عدل عن الإجراءات الاقتصادية لأنه تسرب في وسائل الإعلام أنه بضغط سعودي حكومة عدل ستقوم بالتراجع على الإجراءات الاقتصادية ولكن مصدر مسؤول سربها وتحدث لوسائل الإعلام وقال ننفي ذلك نفيا قاطعة وصنعاء أصلا كما قلت لكم يعني لا تتحدث عن عدل صنعاء توجه إصبع الاتهام للمملكة العربية السعودية وتريد أن تضغط أكثر على المملكة العربية السعودية لكي تضغط المملكة العربية السعودية على حكومة عدل للتراجع عن الإجراءات مطالب صنعاء هو أن يبقى وضع المطار كما كان عليه وسحب الإجراءات الأخيرة عدل تقول لك أن هذه الإجراءات في إطار تصحيح الاقتصادي والمالي تقول لك أن الميزانية أو العائدات يجب أن تعود للبنك المركزي اليمني وللشركة لأن مثلا السعودية لديها 49% يجب أن يتم سداد أموالها الموظفين يجب أن يتم سداد أجورهم تجديد الأسطول يعني وغيرها من المصاريف ولكن صنعاء حسب ما يقولون أن صنعاء تحتجز الأموال صنعاء وأنا قرأت بيان منذ سنة تقريبا ردا على موضوع احتجاز الأموال صنعاء تقول أن هذه الأموال تذهب للخارج وليس لدينا رقابة على طريقة صرف الأموال تقول يجب أن يتم إعطاؤنا كشف دقيق بكيفية صرف هذه الأموال ولا نفرج على الأموال إلا بوجود هذا الكشف يعني عندكم مثل أمور معصودة عصيد صراحة أيضا في إجراء جديد إضافة الإجراءات الاقتصادية في إجراءة من قبل البنك المركزي في عدن ويكاش ومحفظة جوالي ومحفظة موبايلي موني ومحفظة ريال موبايل ومحفظة المتكاملة يعني المحافظة الإلكترونية طبعا في اليمن يستعملون كثيرا للمحافظة الإلكترونية بسبب المشكلة يعني في العملة وتلف العملة وهذا يسهل طبعا الدفع الإلكتروني يسهل كثيرا ولكن هذا الدفع الإلكتروني طبعا مرتبط ببعض البنوك الموجودة في عدن وبالبنك المركزي في عدن لغير ذلك والآن يعني تم التصريح أن هذه البنوك المرتبطة طبعا بصنعاك يعني لا يمكن أن تعمل وسيتم حظر التعامل معها في مناطق سيطرة حكومة صنعاك وهذه المحافظ لا يمكن يعني حظر التعامل معها الآن أصبحت يعني غير مرخصة ولا يمكن أن يتم إرسال أموال نحو هذه المحافظ من الخارج أصبحت يعني يمكن تقنية تداول معها في مناطق سيطرة حكومة صنعاك إذن هذا تصعيد اقتصادي آخر يعني قامت به حكومة عدن الواضح حقيقة أنه يعني الآن التصعيد بالتصعيد القرار بالقرار المتضرر هو المواطن اليمني في النهاية المتضرر مثلا من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة عدن هو المواطن اليمني لأنه صرف الريال أصبح حقيقة يعني يعاني جدا أمام الدولار الريال يعني ضعيف أمام الدولار غلاء الأسعار في صنعاها الآن ما زالت الأمور يعني يبدو أنها تحت السيطرة لأنه الإجراءات أو التأثر الاقتصادي يكون بعد شهرين ثلاثة ولكن مدام الإجراءات حديثة يعني لم تتأثر ولكن صنعاها تريد أن تتلافى أي تأثيرات من خلال قيام بإجراءات مضادة والواضح أنه استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى نتيجة واضحة حتمية إن لم يتم التدخل من قبل الوسيط العماني وهناك أنباء على أن الوسيط العماني يعني تدخل في موضوع الأسرة ويريد مفاوضات حول الأسرة ولكن المواضيع الاقتصادية وموضوع الطيران الآن ربما هذا الموضوع مرشح لمزيد من التصعيد إن لم يتم حل هذا الموضوع مزيد من التصعيد أي أنه ربما قد تنفلت الأمور وتتحول إلى أعمال عسكرية أو يعني ربما صنعاء تتخذ خيارات توجاه المملكة العربية السعودية يعني كل الأمور مرشحة وكل الأمور واردة الحقيقة لأنه صنعاء لا يمكن تقول لك لا يمكن أن تتراجع وهي تقول لك أن هذه الإجراءات بهدف منعي من العمليات في البحر الأحمر وهذه الإجراءات بموافقة أمريكية وبدعم أمريكي وتقول لك لا يمكن أن نتراجع حكومة عدن تقول لك هذه إجراءات اقتصادية للمحافظة العمليات للإنهيار ولا يمكن أن تقبل بتواصل سيطرة حكومة صنعاء على موالد مالية كبيرة جدا ولا تنفذ التزاماتها المالية فهذا هو الوضع حقيقة وهو مرشح لمزيد من التصعيد شكرا على المتابعة وإلى اللقاء